خير أرض السوادي عضاعت ربوع البلادي وأهدت لي أهل العراقي قصال الهدى والرشادي طرون وأرض العراقي بها ذكرهم ظل باقي ففي كل جيل رجال وفي كل سهل ووادي منائر أرض السوادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحمة بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أذكر فيها شخصية من شخصيات العراق شخصية جليلة شخصية جليلة في جاهليتها وجليلة في إسلامها شخصية بحثت عن الحقيقة طويلا وضحت كثيرا حتى تصل إلى هذه الحقيقة هل لهم هذه الحقيقة التي نتوارثها نحن أبا عن جد وكابرا عن كابر وخلفا عن سلف نحن بفضل الله مسلمون نحن بفضل الله موحيدون هذا الشخص ظل يبحث عن الإسلام طويلا وينقب عنه تنقيبا حتى وضع يده عليه وفرح به أي ما فرح وطبعا لعلكم أو لعل بعضكم عرفه ألا هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه سلمان هذا كان من عظماء الكبار الذين في الحقيقة قصة إسلامهم توحي بهمتهم توحي بإخلاصهم توحي بأمر مهم جليل وهو أن الإنسان إذا أراد الحق وطلبه مخلصا وصل إليه إن شاء الله تعالى سلمان قيم من أهل أصبهان وقيم أهل رام هرمز فهو من تلك النواحي وكان أبوه دهقانا قرية التي كانوا فيها يعني القائم بأمر القرية مثل يعني المتولي على القرية وكان صاحب النار التي يوقدونها فلا تنطفئ أبدا ويعبدونها نسأل الله السلامة والعافية وثنية وكان يحب ابنه سلمان حبا جما ويتعلق به تعلقا كبيرا فسلمان وكل إليه أبوه إيقاد النار دوما فلا تنطفئ ثم إن أباه قد اشترى ضيعة فاشتغل بها وكان يذهب إلى الضيعة دوما حتى يعنى بأمرها ثم إن أباه قد تكلف بناء من الأبنية أن يبنيه فاشتغل عن ضيعته عن ضيعته فقال له يا ابني اذهب إلى الضيعة وتعاهد أمرها ولا تأخر علي فإني إن تأخرت علي قلقت عليك وتنغص عيشي يحبه جدا فذهب سلمان إلى الضيعة في طريقه إلى الضيعة سمع قوما يدعون ويصلون في مكان فدخل إليه فإذا مجموعة من النصارى يصلون فأعجبه صلاتهم ودعائهم فظل معهم إلى أن غربت الشمس وأبوه في تخوف عليه شديد لأنه قد تأخر عليه فجاء إلى أبيه قال يا ابني ما شغلك عني ألم أقول لك إنك إن شغلت عني قلقت عليك قال يا أبتي مرت بقوم يقاولهم النصارى يعبدون الله تعالى فسمعت دعاءهم وصلاة فعجبت بهم قال يا ابني ما لك ولهم إن دينك ودين آبائك خير من دينهم قال كلا والله فدينهم خير من ديننا إنما نحن نعبد نارا وننقدها ونعكف عليها وميعبدون الله فخاف أبوه وجعل في رجله قيدا حتى لا يترك دينه جعل في رجله قيدا وحبسه عنده هنا الذي جرى أن سلمان أرسل إلى هولاء النصارى قال أين مكانكم أين دينكم قالوا بالشام قال فإذا جاء ركب من الشام أعلموني فجاء ركب من الشام فأعلموه قال فإذا قضوا حاجتهم وخرجوا أعلموني فأعلموه فنزع عن رجله قيد والتحق بهم إلى الشام هناك في الشام دل على راهب على أنه خير هؤلاء وعلى أنه رأس ملتهم قال فظلت أخدمه وظلت أعمل معه وكان رجل سوء فكان الناس يأتونه بأموالهم وزكواتهم يعني وأموالهم فكان يجعلها عنده ولا يعطيها الفقراء والمساكين فأبغطه بغضا شديدا فلما مات جاءوا معظمين له ولي تابوتي كعادة النصارى يعملون هذا فقال هذا الرجل كان رجل السوء فإنه كان يقبض مالكم ويجعله عنده قال وما الدليل قال أدلكم على ماله فدلهم على سبع قلال مملوئة ذهبا والقل معروفة سبع قلال مملوئة ذهبا فصلبوه ورجموه بالحجارة وهو ميت ثم أدل على راهب مخلص في دينه فجاء إليه وهو طبعا في هذا هو الذي يحكي الحديث ويقول ابن عباس وروا هذا حديث ابن عباس يقول لا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أشد منه اجتهادا وأعظى منه فضلا ولا أعلم والله أني قد أحببت شيئا حبي لهذا الرجل يقول هكذا وظل يخدمه إلى أن كان الرجل في النزل والاحتضار قال إلى من تأمرني يعني أن أذهب لمن قال إني لا أعلم على هذا الأمر رجلا غير رجل في الموصل فذهب إليه فذهب إلى الرجل الراهب الذي في الموصل وظل أيضا يخدمه إلى أن قرب موته وجدنت ساعة احتضاره قال إلى من توصيني قال أوصيك رجل بنصيبين فذهب لنصيبين وظل عنده حتى قرب موت ذلك الرجل قال إلى من توصيني قال إلى رجل في عمورية في بلاد الروم فذهب إلى عمورية انظروا إلى الجد والاجتهاد انظر إلى الهمة العالية وطلب الحق والإخلاص في طلب الحق لذلك الله تبارك وتعالى لم يتركه بل دله على دين الإسلام بعد ذلك لا إله إلا الله كيف هذه الهداية العجيبة وهذه الإخلاص وهذه الرغبة الكبيرة في معرفة الحق والاستناد إليه والركون إليه فلما دنت وفاة ذلك الرجل قال إلى من توصيني يعني من بعدك لمن أذهب قال إني لا أعلم على هذا الأمر أحدا في الأرض اليوم لكن قد أظلك زمان نبي يخرج في أرض سبخة ذات نخل ومن علامات نبوته ختم النبوة بين كتفيه وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تصل إليه فاتبعه اسمعوا كيف سلمان رجل عاقل قال حتى وإن أمرني أن أخالف دينك قال حتى وإن أمرك أن تخالف ديني هنا سلمان سأل أين هذه الأرض السبخة ذات النخل كذا قالوا بديار العرب فجاء قوم من كلب وكان قد اكتسب عند الراهب الأخير غنيمات وبقرة فقال لهم أعطيكم غنيماتي هذه وبقراتي على أن توصلوني إلى أرض العرب قالوا نعم نفعل فلما كانوا بوادي القرى مجموعة من العرب التجار لما كانوا بوادي القرى وادي القرى حده من تيماء إلى قرب المدينة وادي طويل ومركزه تيماء تيماء مشهور اليوم في المملكة في شمال بقرب من تابوك اليوم الناس هذا فباعوه ظلما وعدوانا لرجل من يهود في وادي القرى وقد كان اليهود آنذاك مركزين في وادي القرى وفي المدينة فباعوه ظلما وعدوانا ورجل حر بيع لرجل من اليهود فظل عنده زمانا حتى جاء رجل من المدينة يهودي اشتراه وذهب به إلى المدينة وكانت تعرف بيثرب آنذاك قبل الإسلام فظل يخدم هذا اليهودي حتى سمع بمجيء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة كيف سمع كانوا في أعلى النخلة فسمع سيده يتحدث مع رجل يهودي آخر قال قاتل الله بني قيلة وقيل أم الأنصار رضي الله عنه أم الأوسو الخزرج قاتل الله بني قيلة قد هم مجتمعون الآن في قباء عند رجل يزعمون أنه نبي جاءهم من مكة قال فأخذتني العرواء الرعدة حتى كنت أسقط من النخلة فنزلت وقلت ما هذا الأمر فلكمني مولاي لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال إنما هو أمر سمعت فأحببت أن أعلمه قال فلما كان المساء أخذت رطبا وذهبت إلى قباء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقلت هذا أنتم قوم غرباء ومعك أصحاب لك هذه صدقة لكم قال فأطعمها أصحابه ولم يأكلها فقلت هذه واحدة أي من العلامات التي ذكرها له ذلك الراهب وفي اليوم التالي جمع رطبا أيضا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها هذه هدية فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه قال هذه الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يشيع جنازة أحد أصحابه أقبل سلمان رضي الله عنه أريد أن يرى خاتم النبوة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده فأسقط له الرداء فرأى الخاتم وكان الخاتم هي مجموعة من الثآليل عليها شعيرات هذه خاتم النبوة فلما رآها اعتنقه وبكى رضي الله تعالى عنه وأسلم من وقته هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصته حكى له القصة سلمان وسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكاتبة قال كاتب يا سلمان والمكاتبة أن يأتي العبد الى سيده يطلب منه ان يتحرر من رقه سيده يقول له اريد كذا وكذا مقابل التحرير فيجتد العبد هذا يذهب يعمل ويجتهد حتى يوفر الثمن ثم يتحرر فيصير حرا فكاتب على ثلاثمائة ودية اي فسيلة من النخل تبقى حتى تكبر ويظهر في الحياة لا بد واربعين اوقية من الذهب ابلغ ضخم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعينوا اخاكم فجاء الانصار رضي الله عنه هذا يعطيه عشرة وهذا يعطيه خمسة عشرة هذا يعطيه عشرين وهذا يعطيه ثلاثين ودية حتى اجتمعت له ثلاثمائة ودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقر لها يا سلمان ولا تضع حتى اكون انا الذي يضعها يعني احفر لها في الارض حفر لها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الفسائل في الارض يقول سلمان فلا والله ما ماتت منها ودية واحدة لان من عادة ثلاثمائة يموت منها عشرة بمئة خمسة بمئة لا ماتت منها ولا وديك كيف وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة بيه وامي صلى الله عليه وسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من احدى الغزوات بيضة من ذهب فقال خذها يا سلمان وأدي دينك قال وما تغني هذه يا رسول الله يريدون اربعين اوقية من الذهب قال ادي بها دينك يا سلمان فوزن منها اربعين اوقية معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرر سلمان سار حرا يعني أسلم متى أسلم في بدر أسلم في السنة الأولى عنه من الهجرة وتحرر في السنة الخامسة وشهد الخندق ومعدها من المشاهد رضي الله تعالى عنه وأحبه المسلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء بالغا وقال سلمان منا آل البيت أرأيتم ما عند المسلمين قوميات ما عندهم شعبيات وعصبيات إنما هو الإسلام فمن أسلم صار من المسلمين ويتفاضل الناس بالتقوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما عليم خبير ما هناك عربي وغير عربي وكردي وتركي وهندي مسلمون وكفى نفتخر بأننا مسلمون لذلك سلمان منا آل البيت الله أكبر شرفه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره وجعله من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك إذا سئل سلمان من أبوك؟ قال أبي الإسلام أبي الإسلام لا أبى لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي الله أكبر هكذا كان المسلمون وابتدأ سلمان يحضر المشاهد والغزوات وكانت له يد طولة في فتح العراق أيضا وكان مع سعد رضي الله تعالى عنه يشير عليه ويدله على عورات قومه من فارس فما عادوا قومه بل إن قومهم المسلمون وانقطعت الصلة بينه وبين الوثنيين وكان مترجما لسعد بينه وبين الفرس وكان مثبتا للمسلمين وقد ذكرت لكم في حلقة سعد أنه كان مع سعد بجواره عندما عبروا دجلة وكانت كرامة عجيبة لسعد وللصحابة آنذاك وللمسلمين فقال إن هذا الدين جديد سلمان والله لقد ذللت لهم البحور كما ذللت لهم الأرض والله لا يخرجون منها أجمعين يعني يخرجون من دجلة ولا يصيبهم شيء وطبعا هنا كان سلمان رضي الله تعالى عنه مثبتا وعاملا لهذا التثبيت في صوف المسلمين وولي كان قد ولي على ناحية من العراق بعد ذلك في من ولي من أمراء المسلمين وكان رضي الله تعالى عنه مزاهدا للغاية للغاية حتى العجيب أنه عندما مات دخل سعد يعوده رضي الله عنه مات في المدائن في زمن عثمان رضي الله عنه وقبره معروف إلى اليوم يزار الزيارة الشرعية وليتنا نزور قبر سلمان رضي الله عنه زيارة الشرعية المهم فقبره هناك في المدائن وتوفي في زمان عثمان رضي الله عنه فلما جاء ليموت دخل عليه سعد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يعودانه فوجداه يبكي قالوا سعد ماذا تبكي لماذا تبكي ألا تذكر يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تذكر المشاهد الصالحة قال والله ما بي بدنياكم يعني حب الدنيا ولا أبكي كراهية لقاء الله تعالى إنما هو عهد عهده إلينا خليلي صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وإني خشيت أني قد تعديت الله أكبر على زهد عجيب كان في بيته مقلا جدا ما كان عنده الأثاث ولا كان عنده شيء يبكي على فراش الموت يقول خشيت أني قد تعديت فوجدوا ما عنده حسب ما عنده وجدوه سبعة وعشرين درهما الله أكبر يبكي على فراش الموت يخاف أنه قد تعدى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي وعنده سبعة وعشرين درهما فقط سبحان الله العظيم ماذا نقول نحن الله يوم القيامة ماذا نقول وعندنا الأموال وعندنا الملك وعندنا وعندنا أشياء من الله تعالى بها علينا إن الله وإني إليه راجعون وكان سعد يحب أبا الدرداء رضي الله عنه بينهما قصص ومودة حتى عندما جاء إلى المدائن سال عنه فقالوا في بيروت فخرج إليه انظروا الحب في الله والأخوة كان سلمان عجيبا في حبه فكان سلمان يحب أبا الدرداء فلما جاء إلى فارس إلى العراق إلى المدائن سال عنه قالوا له في بيروت يرابط فذهب إليه إلى بيروت ليزوره انظروا للزيارة في الله الأخوة في الله المحبة في الله التي افتقدناها في عصرنا أو افتقدنا كثيرا من جوانبها وكان سلمان مقوم لأبا الدرداء رضي الله عنه لأن أبا الدرداء كان متعبدا زاهدا فنظر يوما إلى ملابس أم الدرداء فوجه متبذلة قال ما بالك قالت إن أخاك أبا الدرداء رجل أعرب له في النساء يعني رجل زاهد في الدنيا فبات عنده ليلة ليقومه وينبهه فلما جاء ليقوم أمره بالنوم ثم ليقوم أمره بالنوم ثم جاء ليقوم أمره بالنوم فلما جاء ثلث الليل آخر ليقوم قال وقم الآن ثم وجده صائما في نهاره قال أفطر فأفطر أبا الدرداء فقال يا أبا الدرداء إن نفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فجاء أبا الدرداء ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان رضي الله تعالى عنه فكان متوازنا في نظرته إلى متع الحياة وإلى العبادة وإلى الزهد فكان يجبع بين ذلك على وجه عجيب من التوازن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وكانت فكرة جليلة أنقذ الله تعالى بها المسلمين من عتو المشركين ومن طغيانهم وجبروتهم وأيضا جاءه يوم من الأيام جاءه يوم من الأيام بعض أصحابه فقدم لهم ملحا وكسرات من زعتر وكسرات من الخبز فكيف جاء الزعتر هذه قصة لطيفة يعني قدم لهم ملح وكسرات الخبز فقالوا لو كان في ملحنا سعترا والسعتر والزعتر يعني كان يقولون سعترا والسعتر والزعتر كلا بشيء واحد فخرج سلمان ورهن لهم مطهرة الوعاء الذي يتوضأ من رهنه وأتنا بسعتر فقالوا الحمد لله بعد أطعامهم الحمد لله يقنعنا بما رزقنا قال لو قنعتم بما رزقتم ما كانت مطهرة مرهونة يعني فذهب ليرهنه وأتنا بسعتر وكان قد قدمنا ملح في البدايات هكذا سلمان رضي الله عنه عاش عيشة الزاهد في هذه الحياة وكانت رحلة البحث عن الحقيقة أعظم معلم في حياته قادته إلى الإسلام العظيم وقدته ليكون قائدا في الإسلام وقدته لأن يكون عظيما في الإسلام وقدته لأن يكون زاهدا ورعا متعبدا وقدته لأن يكون معلما مرشدا وقدته لأن يكون محبا لأصحابه متأخيا معهم وصنع الإسلام من سلمان رجلا عظيما وفاتحا كبيرا وصاحب توازن في النظر إلى الحياة الدنيا والأخذ منها بمقدار رضي الله تعالى عن سلمان هذا سلمان لذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الصديق الأكبر من إغضابه كيف؟ مر أبو بكر رضي الله عنه على سلمان وصهيب وبلال ومعه أبو سفيان وقصة طويلة فقالوا ما أخذت سيوف المسلمين من عنق عدو الله ما أخذها بعد فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عليه قصة ماذا قال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك الله أكبر وأبو بكر سيد المسلمين وأعظم المسلمين فقال جاء إليهم متوددا خائفا قال إخوتاه لعلي قد أغضبتكم قالوا لا يا أبو بكر غفر الله لك انظروا إذن كيف كيف دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أغضبت من قد أغضبت ربك هكذا كانت منزلة سلمان في المسلمين فرضي الله عن سلمان ورفعوا في المنازل العالية وألحق نبي على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه ويللقى مع شخصية عراقية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي وأهدت لي أمن العراق قصال الهدى والرشادي قرون وأرض العراق بها ذكرهم ظل باقي ففي كل جيل الرجال وفي كل سهل ووادي منائر أرض السوادي ترجمة نانسي قنقر